نظم معهد البحرين لتنمية السياسية ندوة جماهرية بعنوان تقدم المرأة البحرينية في العمل السياسي وذلك ضمن فعاليات البرنامج التبعوي شارك نعم وشهدت الندوة حضورا لافتا من أعضاء السلطة التشريعية والمرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة وخلال الندوة أكدت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن الدعم الذي جاء به المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بده الله ورعاه تضمن المبادئ الأساسية التي توفر جميع الحقوق للمرأة كما تناولت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ترجمة نانسي قنقر